الساعي يعني بقولك كل ما يطلع حد في الإسماعيل البورسة تشتغل عليه انت شايف مع ان هو يتباع ولا لا الإسماعيل محتاج إلى كل لاعب عشان يرجع لمكانه طبيعي مرة تالية خلينا ندي لكل واحد حقه الأول الساعي ده وقت السنة اللي فاتت في وجود أحمد حسان ميدو وأشرف خد احنا اللي لعبناها احنا اللي لعبناها أول مطش رسمي احنا بفضل ليه ما سمرتش تجربة ميدو مع ندي لإسماعيل يعني مش عايزة أخوض عشان أنا احنا قولت أخوض اه اه يعني لا هي تجربة كانت ممكن تكمل يعني وكانت ماشية بشكل كويس خلنا ماشيين كويس جدا يعني الفرقة زبطت وبدأنا شكلنا يبقى أحسن وبتاعه كده لكن ايه اللي حصل بقى خلافات بين ميدو وبين اللجنة الموقعة فخلاص مرتحوش وبتاعه كده وانا كنت عارف ان هي مسألة وقت الكمة وكانتش ماشية شايف ميدو كمدير فن زا بأمانة انا اشتغلت مع مصرين قليلين يعني منهم ميدو ميدو كان مركز أوي 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 وجاي فعلا مركز وموظب ومحافظ وهو حابب التدريب وميدو بيفهم ميدو متطور بأمانة نكم نكم جميل لكن أنا كنت دائما بقوله أنا عايزه يركز يركز طب انت شفت إعلانه أنه هو يرجع كالحب مرة تانية زي بص أنا بزعل من حاجة ميده لو يعني بفكرني الله ربنا دلو صحة كابت الجمال عبد الحميد كابت الجمال مين واحد من أفضل من أنجبته كرة مصرية وهادفة كرة مصرية للتدريب وللإعلام فتشتت ميده بس ميده يعني ما شاء الله لو اشتغل تدريب مع خبراته المتراكمة كنجب معالمي لا هيبقى في حتة تانية هيبقى في حتة تانية جدا فنفس ميده اتجاه واحد هيكسر الدنيا دكتور ميده عنده سن ميده صغية موليد تاتة وثمانية عنده واحد واربعين سنة كل دي خبرات متراكمة وهو خلي بالك يعني من جواه بيستفيد ونسن من جواه نضيف أول لاي بجد جدا لا 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 وطيب جدا ومحترم الأقصى درجة أنا خلي بالك ميده المرة الأخيرة اللي إجا فيها دي قالها تشتغل معايا هو محمد عبد منصف وأنا كنت ماسك نادي القهربة كامل اسماعلي وشغل بيه بشكل كويس جدا والناس كانوا بعملوا الواحد مش عايزة أقولك فسيبت وروحت نادي الإسماعلي اللي هو بيتي طبعا ما ينفعش لكن لا ميده أنا متأكد أنه الفترة الجاية لأنه عنده مقاومات نجم كبير هو بيفهم متطلع ميده يعني كلامه في الكورة محترم عنده شغل كويس جدا حاجات زي بقول هيركز ولو ركز لعنده السن الكويس للفترة الجاية ده اللي نبسي فيه ميده حيفيده الكورة مصرية جدا لو ركز حيفيده أول أرجع لأمر الساعة أمر الساعة زي بقول لأ حضرتك احنا لعبناه بفضل الله وهو لعب عنده شخصية مش طبيعية أمر ده يعني أنا بقول كده دايما في كل مكان كنت بطلع فيه لازم أتكلم على عبدالله سعيد مختلف عبدالله وحسن واللعبة دي يعني فلا العمر الساعة نفس الكلام أو لما لعبناه ما بيخافش وتيجي تتكلم فأرقام كده تلاقيه شائط على الجون يلعب مثلا نص ساعة عمله أربع خمس شوط على الجون موصل مش عارف مين أرقامه محترمة بسبب شخصيته يعني لكن طبعا السنة دي أنا بشيد بالكابتن إهاب جلال اللي زود لأن احنا ما خدناش الفرصة كبيرة قرأة السقة للساعي طبعا سقة وزودلنا واحدة فعية وباءات ألو حاجات كتيرة كابتن إهاب يعني اشتغل عليها مع عمر يعني موضوع أنه بقى يمشي أو زي ما قلت حددك النادي الإسماعيلي في ظروفه ما قدموش اللي كده فدي حاجات كلها بيكررها مجلس الإدارة مع عشان نتكلم دايما كل واحد يعرف يعمل شغله مجلس الإدارة مع المدير الفني الفريق الأول هما اللي بيقرروا مين يقعد مين يمشي هنزبط لأن هما اللي في الآخر اللي بيتحذبوا لكن أنا بقولك باحترافية كده لا ده كلام عادي جدا أنه أنت تمشي لعيبة وتجيب لعيبة وتعمل فرقة هو ده اللي هيبقى الفيصل طيب